بتكليف من جلالة الملك المفدى ولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بوافاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود رئيس هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية رحمه الله كما نقل سموه إلى القيادة السعودية الشقيقة خالصة تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعاهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الفقيد الراحل وذلك لدى زيارة سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة للمملكة العربية السعودية الشقيقة لتقديم التعازي بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد العزيز السعود رحمه الله سائلا سموه الله العلي القدير بأن يتغمد الأمير مشعل بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان